لأنه فيه أمراض بيرتفع فيها وفيه أمراض بينخفض فيها الآن بعض الأحصائيات عن ارتفاع ضرب الشرياني وفق منظمة الصح العامل العالمي المعدل انتشار ارتفاع التوتر الشرياني بلغ 15-20% من البشر يعني تجاوز عدد المصاب بيه تقريباً مليار شخص وهو يأشع مرض في العالم يسمى بالقاتل الخفى لأنه في غياب الضبط الجيد لقيم الضبط تطور اختلاطات قد تكون مهدي للحياة ومع ذلك ومع كل هذا الانتشار الواسع الشيء المفرق العجيبي أنه لا تجاوز نسبة المرضى الملتزمين بأخذ أدوية الضبط 10-15% هناك بعض تعريف والتصليفات مختلفة لقيم الضبط الشرياني ولكن بشكل عام القيم السوية عند البالغ السليم يجب أن لا تجاوز 130-80 ملتر زئبقة طبعاً عند كبار السن ممكن أن يعني يقبل لحد أعلى من ذلك لأنه طبعاً يرتفع مع التقدم بالعمر يعني عند المسنين فوق 70 سنين ممكن ينقبل لحد 150 لأنه يرتفع ضغط الانقباضة ومع التقدم بالعمر بسبب تصلب الشريان وزياد المقام المعائي المحيط عند مرضى السكري يجب أن لا يتجاوز 175-125 ملتر زئبقة ولكن بشكل عام بالنسبة لأنه كلوياً ولحماية الكريه أنه ما يتجاوز 130-80 ملتر زئبقة يحدث ارتفاع الضغط بأحدى آلتين إما زيادة نتاج القلب أو زيادة المقام المعائي المحيطي أو كلاهم الضغط الشرياني هو يحاصل نتاج القلب ضرب المقام المعائي المحيطي ارتفاع الضغط الانبساطي يعتبر أشد خطورة من ارتفاع الضغط الانقباضي هذه ما تنسوها لأنه أحياناً في حالات يكون أنه المريض ضغطه 100 الانبساطي والضغط الانقباضي بتلاقي 140 هو مقصوط على حاله ولكن هذا كمان يعتبر ارتفاع الضغط بشكل عام يقسم ارتفاع الضغط الشرياني إلى نمطين أساسي أو بدئة وثانوي ارتفاع الضغط الأساسي له عدة تسميات وهو نفسها كلها تحمل نفس المعنى الأولة أو البدئة أو المجهول السبب طبعاً هذا النوع يشكل 90% من حالات ارتفاع الضغط الشرياني حتى بعض المراجع يتقول أنه 95% يكون شخص سليماً وتحليله طبيعي دون وجود مرض أو إصابات في أعطاء أخرى يشاهد لدى الأشخاص في منتصف العمر يعني بأعمار 30 إلى 50 سنة وغالباً ما تكون القصة العائلة إيجابية تكون المعالجي بهذا النوع من ارتفاع الضغط معالجي عرضي تستمر مدى الحياة وهو يعني يشكل مشكلة حقيقية بسبب الكلف المادي للدواء من جهة إضافة لوجود تأثيرات جانبي للدواء ومن أسوأها هي العناني التي تسبب ضغطاً نفسياً يوفاق من مشكلة حتى في بعض المرضى ممكن يترك الدواء الآن ارتفاع الضغط الشرياني الثانوي وهو اللي راح ندرسه بمحاضرتنا هذا بيشكل 10% من حالات ارتفاع الضغط ويكون المريض مصاب بمرض آخر أدى لارتفاع الضغط الشرياني المعالجة هون بتكون معالجة موجهة نحو السبب نحو الآفي الأساسي وهو غالباً بيكون قابل للشفاء يكون ارتفاع الضغط عند المرضى هدول المرضى بيكونوا بأعمار أقل من 30 أو فوق 50 سنة فارتفاع الضغط عند المريض اللي بيكون عمره أقل من 30 سنة أو 50 سنة هو ثانوي حتى يثبت العكس عند مقارب مريض ارتفاع الضغط الشرياني نتوجه أولاً لنفي الأسباب الثانوية مع أنه نسبتها قليلة ولكن ليش إحنا بنتوجه لنفي الأسباب الثانوية لأنه لما بيكون ارتفاع تويتر شرياني ثانوي فغالباً بيكونوا قابل للشفاء فإذا ما وجدنا عند المريض أي سبب ثانوي فمنشخص أنه هذا ارتفاع أقراض مجهول السبب أو أساسي الآن نجي إلى شغالة مهمة وهي كل كنت تعرفوها ولكن لا بأس من التذكير فيها وهي كيفية قياس الضغط الشرياني هناك عدة أنواع من أجهز الضغط الشرياني لقياس الضغط الشرياني ومنها المقياس الهوائي وهو أسهل أجهز القياس وأرخصها لكنه بيتعطل بسرعة وحتى في نسبة خطأ في حوالي 25% من الحالة المقياس الزباقي هو الستاندرد هو المقياس الأدق والمفضل دائماً في العيادات الطبية الجهاز الإلكتروني طبعاً فيه أجهزة اللي بتكونها على المونيتار اللي مستخدمة بالعيادات المشددة هاي بتكونها دقيقة أما أجهز القياس الإلكتروني المستخدمي في المنازل فقياسته غير دقيقة ولا يعتمد عليها أبداً أبداً لا بالتشخيص يقبل بالأجهزة الضغط الإلكتروني اللي مثلاً بتكون عند المريض يقبل فيها للمتابعة أو للاستئناس ولكن ما مش هخص الارتفاع على أساس دي شكل سريع أجزاء مقياس الضغط وهي الكم الكم هو جزء ثابت في جميع أنواع جزء الضغط له شكل مستطيل ويتألف من جزئين جزء مبطن بكم مطاطي قبل نفخ وهو الجزء الأهم وجزء غير مبطن يلف حول العضد ويستخدم للتفكي إضافة لإجازة هوائية لنفخ الكم ويسمى على طبي للإضافة ومقياس بقي مدرج أو ساعة قياس هوائية الآن منجي على الشغال المهمة وهي طريق القياس الضغط الشريعي ويوضع الجزء القابل للنفخ من الكم فوق الوجه الأنسى للعضد فوق الشريع العضدة وأعلى ثنية المرفق ب2 إلى 3 سنطمة بحيث يكون الساعد حر الحركي ما هو والله بتنزل الكم بحيث يغطي المرفق لازم يكونوا فوق يلف الكم حول الطرف بشكل مريح ما بتشدوا كتير كتير بحيث والله يغصر على يد المريض ولا بيكونوا مرتخة بحيث والله ينزل أو يتحرك لحاله بهيك حالات ما بتحسن يعني إذا كان الكم يعني مو مجدود أو كان مرتخة كتير ما بتحسن بحيث يتقيم الضغط الشريعي يعني الانبساط توضع ساعة القياس المتمثلي بصفر المقياس الزبقي على مستوى الأذيني اليمنى بمعنى أنه إذا كان المريض متسطح ترفع جهاز الضغط على مستوى قلب المريض ما يكون والله تحت أو فوق ينفخ البلون لقيمة أعلى من الضغط الشريعي الطبيعي بـ 30 إلى 40 مم زبقي وطبعا إذا كان الضغط مرتفع كتير يزاد النفخ إذا سمعت أصوات عند القيمة السابقة حتى تختفي يعني تظل ترفع لحتى تختفي الأصوات مثلا لو ظلت تسمع الأصوات كان ضغط المريض 200 ترفع الساعة أكثر لحتى تختفي الأصوات تماما فوق يعني اختفاء الأصوات من رفعة تقريبا شيء 30 إلى 40 مم زبق يخفف الضغط تدريجيا بسرعة متوسطة ما بتنزل عمود الزبق بسرعة كبيرة بس بتفتح كم الهوائي بحيث ينزل عمود الزبق يعني بشكل بسرعة متوسطة لا بشكل سريع ولا بشكل مفطيء ويدل صوت ويدل يعني أول صوت يسمع على شكل طرقة قوية على انفتاح الشريان وهذا بمثل الضغط الانقباضي أول طرقة تسمعها هي بتتمثل في الضغط الانقباضي طبعا انخبه قد تسمع قبله طرقات خفيفة تدل على اهتزاز جدار الشريان نتيجة مرور الدم بعد انخماص الشريان بسبب الضغط المطبق عليه ولا تعبر هذه الأصوات عن الضغط الانقباضي بعدما تقرأ قيمة الضغط الانقباضي بعدها بتسمع أصوات متعددة هي بسموها أصوات كورتكوف والتي تدل بيداتها على الضغط الانقباضي ونستمر بالإصغاء حتى نصل لقيمة تغييب فيها الأصوات تماما فتماثل هذه القيمة قيمة الضغط الانقباضي هلأ في بعض الأحيان نلجأ لقياس الضغط في الطرفين السفليين كيفية قياس الضغط في الطرف السفلة يولف كم الجهاز حول الحفرة المقبضي طبعا مو على الحفرة المقبضي بدي تكونها فوق الحفرة المقبضي مقبضي يعني على أسفل الفخد بس بحيث تكون الحفرة المقبضية واضحة بحيث تحط السماعة هنا ويأخذ الضغط من الشريان المقبضي فهنا بهالحالي هي بتحط السماعة فوق الشريان المقبضي مثل ما يكون شايتين بالصورة على اليسار في حال كان المريض بدين وتعذر يحاطك الكوم لكامل الطرف فنقوم بلفه حول ساق المريض ويأخذ الضغط في هذه الحالي من الشريان الضمبوبة الخلفة اللي بمر خلف كعب أو شريان ظهر القدم وبهالحالي هاي فقط بنحصل على قيمة الضغط الانقباض يجب لأخذ بعين الاعتبار أن الضغط في الطرف السفليق قد يكون أعلى من الضغط في الطرف العلوي بحوالي 10 ل 20 مم الزمق هلأ شروط قياس الضغط حتى يكون قياسنا دقيقاً يجب علينا مراعاة الشروط التالي اللي يقاس الضغط من فوق ثياب سميكي فيفترض أن يكون العضو عارياً أو مغطى بشيء رقيق عند الضرور بحيث لا يؤثر على قيمة الضغط المقاسي وهذا طبعاً بتشاهدوه وبتشوفوه أنه هذا شيء كتير شائع أنه بتقيسه ضغط المريض حتى مثلاً إذا المريض لابس جاكيت ولا لابس سترة قيلة ما بصير لازم مثلاً يكون الزراع عارق أو إذا كان مثلاً لابس كنزي رقيقة ممكن القياس فيها أما إذا كانت كمية الثيابي كبيرة فما بصير ويكون قياس ضغط غير ضقيق يقاس الضغط بعد استجواب المريض والإنتهاء من المعاينة أو بعد التركيه ليرتاح مدة عشر دقائق وليس فورة دخوله إلى العيادة حتى لا تأثر قيمة الضغط المقاسي بتعب المريض أو خوف به من الطبيب مثل متلازمة الرداء الأبيض اللي بسموها متلازمة وهي إنه بعض المرضى بيكونوا خوفين فأول ما بشوف الطبيب ما بتاقيه ضغط للمية وحمسين والمية وسبعين بهيك حالات لازم تريح المريض لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة وبعدها خاصة إذا كان بادل جهد أو جاي من مكان بعيد بتقعه لمدة عشر دقائق ويكون بعضها الراحة طبعاً من شروط أيضاً لقياس الضغط إنه يكون المريض يعني ممدخن أو إذا كان مدخن أو من جماعة شريبين الأهوي ما يكون شربان الأهوي لمدة ساعة على الأقل يفضل أخذ رقم الضغط من أول قياس في الجنسي نفسه لأن التكرار يؤثر على ذلك القياس لذلك يجب التأكد من صحة شروط القياس من المرة الأولى لتجنب الحاجي إلى تكرار وعند الحاجي يعاد بعد خمس إلى سبع دقائق وليس مباشرة وذلك لضمان زوال تشنج الشريان يجب عدم اعتماد قيمة الضغط الشريان المأخوذي من أول زيارة للمريض وذلك لاحتمال عدم تدقيق النتائج في القياس الأول يعني إلا في الحالات الشديدة مثلاً لقيت ضغط المريض أكثر من 180 أو 190 على 100 فهذا تأخذه من أول مرة أما إذا لقيت مثلاً ضغط بوردر لاين يعني على حدود 150 على 90 فإن يفضل من قيسه بوقت آخر طبعاً تأكد من عندنا تناول مريض للقهوي أو المشروبات المنبهة أو الغازي أو التدخين خلال الساعتين السابقتين للقياس يقص الضغط في أول زيارة للمريض في الطرفين العلويين وأحد الطرفين السفليين يعني في ثلاث أطراف وذلك لنفي الآفات التي تصيب مسير الأبهر مثل كتل أو تضيقات أو تضيق برزق الأبهر مثل بعض الأمراض مثل تضيق برزق الأبهر يؤدي الارتفاع الضغط بالطرفين العلويين ويكون الضغط بالطرفين السفليين أخفض يقص الضغط بوضعيتين بوضعية الجلوس ووضعية الاستلقاء وأيضاً بعدها إما بوضعية الجلوس وبوضعية الاستلقاء وبعدها ممكن قياس الضغط بوضعية الوقوف ننتظر دقيقتين بعد وقوف المريض قبل البدء بالقياس وذلك لتحري وجود هبوط توتر انتصابة لدى المريض وخصاً لدى مرضى كبار السن لقياس الضغط عند الأطفال يستخدم جهاز القياس الخاص بالأطفال في بكون الكم الصغير بالنسبة للأطفال وليس الكم المعياري الذي استخدمه عند البالغين يوصل المريض باقتناء جهاز ضغط وبتعلمه كيف طريقة القياس الصحيحة وذلك ليتابع ضغطه بنفسه ويعلمنا بارتفاعه لتقييم الخطة الدوائي هلأ تأثيرات ارتفاع الضغط الشرياني على الجسم مثل ما ذكرنا ارتفاع الضغط الشرياني يسمى بالقاتل الخفي او الصامع لان سوء ضغطه قد يسبب اختلاطات خطيرة على أعضاء الجسم بمعظمها وخصا الأعضاء النبيلي مما قد يودي بحياة المريض يسبب اصابة اربعة من الأعضاء النبيلي في الجسم وهذه يسموها الأعضاء الهدفية اللي يصيبها ارتفاع الضغط الشرياني وأولها القلب ارتفاع التوتر الشرياني هو اشياء عامل خطورة لنقص التروي القلبي وخناق الصدر بشكل عام يعتبر ارتفاع الضغط الشرياني من أشياء عامل خطورة للاسكنيك هارد ديسيس كما أنه يؤدي إلى ضخامة بطين أيسر وهذه غالباً من أبتر العلمات بسبب ضخ الدم تجاه مقاومة عالية لما يكون مقاومة معائية محيطية مرتفعة فبصير البطين الأيسر يضخ الدم تجاه الضغط مرتفع أو يعني عائق ضده فبيعاود بهالحالي بضخامة الأيسر العضو الثاني هو الدماغ بشكل ارتفاع الضغط عامل خطورة أهم للحوادث الوعائي الدماغي سواء الاحتشاء والنزوف الدماغي وأيضاً للصمات من الأعضاء المهمة اللي بيأثر عليه ارتفاع الضغط وهي شبكية العين تفحص بمنظار بقار العين تظاهر أذية الشبكية في سياق ارتفاع توتر شرياني على خمس مراحل حسب شدته المرحلة صفر وهو بيكون لدى المدد ارتفاع ضغط دون تبدلات في الشبكي المرحلة الأولى لارتفاع توتر شرياني هي ارتفاع توتر شرياني خفيف وهون يلاحب علامة السلك حيث تظهر الأوعي لمعاناً عند تسليط الضوء عليها مثل سلك النحاس وهي هون صورة علامة السلك بيظهر لمعان هاي بيدل بالمرحلة ارتفاع توتر الشرياني لذلك تسمى علامة السلك لأنه بيظهر لمعان الشريان بيظهر لمعان مثل سلك النحاس المرحلة الثانية هون نسمينا علامة الهرس وهون هاي بيسموها التصالب الشرياني الوريدة هي تصلب الشريان المتوضع فوق الوريد ويهرسه وهي نلاحظ فيها تصالب الشريان مع الأوريدي نرى تيجي تعرج وهي أهم علامة انه التصالب الشرياني الوريدة هاي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة هي تكون مؤلفة من المرحلة الثانية زائد نزوف شبكي ونتحات تشبه ندف القطن مثل ما هون موضح لأسفل الصورة بتكون نزوف بالشبكي ونتحات على شكل ندف القطن تماماً مثل ما فيه موضح لأسفل العين هون المرحلة الرابعة هي المرحلة الثالثة يعني بيكون فيها نزوف شبكي ونتحات بالإضافة لوذنة حليمة العصب البصع العضو الرابع اللي بتأثر بارتفاع الضغط وهو الكلي تتصف إصابة الكلي بأنها قد تكون سبباً لارتفاع الضغط الثانوي كحالات تضيق شريان الكلوي وإضافة لأنها قد تكون الكلي يعني هي ضحية لارتفاع الضغط الشريع لأنه فيه حالات بتترافق مع اعتلال الكلي بارتفاع الضغط قد ظهر تأثيرات ضغط التوتر الشرياني على الكلي بارتفاع الكرياتينين تصلب كبة سليم ونادر ما يكون خبيث أيضاً قد ظهر على شكل بيليبروتيني وآخراً أذي كلوي قد تطور إلى قصور كلوي مزمن تكون باقي الأعضاء النبيلي غالباً ضحية لارتفاع الضغط الشرياني لذلك فضبطه مهم جداً للحيلولي دون ترقي إصابتها والمحافظة عليها هلأ راح ننتقل للترقصيل بأسباب ارتفاع الضغط الشرياني وإحنا كما ذكرنا راح ندرس ارتفاع الضغط الشرياني الثانوي أسباب ارتفاع الضغط الشرياني الثانوي انتبهوا تشكل الأسباب الكلوي تسعين بالمئة من الأسباب الثانوي لوحدة أما العشرة بالمئة الباقي فتتوزع للأسباب الأخرى وتأتي في طريعتها الأسباب الغدي والأسباب القلبي تتميز هذه الأسباب بسهولة تشخيصة بس يعني سهولة تشخيصة إذا كانت متظاهرة أما في أغلب الأحيان تكون صعب تشخيصة لأنه طبعاً كما ذكر هون إذا كان إلها دلالات سريري أو مخبري مميزة ولكن المهم السهولة أحياناً تشخيص الحالات الثانوية لارتفاع الضغط الشرياني الآن كما ذكرنا أسباب ارتفاع الضغط الشرياني الثانوي الأسباب الكلوي تشكل حوالي تسعين بالمئة من الحالات ويأتي على رأسها تضيق الشريان الكلوي وآثات البرانشين الكلوي مثل التهابات الكبر والكلي والقصور الكلوي سواء الحاد ولا المزمن الأسباب الغدي عنا الأسباب النخامي بيأتي على رأس داء كوشنج اللي يعني داء كوشنج هو عبارة عنوار مفرز للأسي تيتش وداء يسمى كوشنج النخامي وفرط أفراز هرمون النمو ضخامة النهايات أو العملاقة بتأدي للارتفاع التوتر الشرياني أيضا الغدي الدرقي نتبه مو بس فقط فرط نشاط الدرق بيترافق مع ارتفاع ضغط راح نفصل فيهم لاحقا فرط نشاط الغدي الدرقي وقصور الغدي الدرقي بيترافقه مع ارتفاع ضغط الشرياني أيضا فرط نشاط جارات الدرق اللي بترافقه مع ارتفاع كالسير أيضا بترافقه مع ارتفاع التوتر الشرياني الغدي الكادري ورم القواتل والفيو كرومو سايتوما وأيضا متلازم كوشينغ طبعا اللي بكونه ناجم عن آفي نخامي يسمى داء كوشينغ أما اللي بكونه ناجم عن أسباب من قشر الكضر فرط صنوع قشر الكضر زيادة أفراز الكورتزول من قشر الكضر أو أفراز هاجر هذا يسمى تناظر أو متلازم كوشينغ وأيضا عندنا من الأسباب اللي تترك مع الفرط الألب السريني البدئي أو متلازم كون الأسباب القلبية أهم تضيق برزخ الأبهر وأيضا قصور الصمام الأبهر قصور الصمام الأبهر بيحدث في زيادة بالضغط التفاضلي فالمريض بيرتفع عنده الضغط الانقباضي وبينخفت عنده الضغط الانبساطي فبتلاقي الضغط التفاضلي بينتهم فرقه وواسع كتير كتير فعند مرضى قصور الأبهر أحيانا بتلاقي الضغط الانقباضي 160 والضغط الانبساطي 50 أو 40 أو أقل وأحيانا حتى بيوصل للصفر رح نتحدث عن الأسباب الغدي وهي بتشكل 1 إلى 2 بالمئة من حالات ارتفاع ضغط الشرياني ككل وحوالي 10 بالمئة من الأسباب الثانوية لارتفاع الضغط وأهم الغدي النخامي أولا داء كوشينغ وهو الناتج عنوار نخامي مفرز للأسي تي ايش وهذا بشخص من علاماته السهريري مثل البداني المركزي أو البداني الجدعي والوجه البدري أو القمري بتلاقي وجه المريض مثل القمر مدور ومنطبج وبكونوا هيك أحمر والحدة بيجاموسي أو بسموها سنام البافالو والشعراني عند النساء والطرابات الدورة الطمسية وبترافق أيضا مع الداء السكري والعد أو حب الشباب وكتير شغلات تدرسوها بالغدي أيضا من الحالات اللي بتترافق مع ارتفاع الضغط الشرياني فرطفراز هرمون نمو الجروث هرمون اللي بيؤدي للعملقة في حال ارتفاع في حال فرطفراز هرمون نمو قبل سن البلو فبسموها العملقة أو الجينتزم بعد سن البلو بيترافق بمرض اسمه بخامة النهاية من آفات الغدي أيضا آفات الغدي الدراقية عنا أولا فرط نشاط الدرق انتبهوا فرط نشاط الدرق يترافق مع ارتفاع انقباض وفي الضغط الانقباضة معزول يعني بيتفع فقط الضغط الانقباض دون الضغط انبساطة يعني طبعا فرط نشاط الغدي الدرقي هو من الأفات اللي بتأدى لزيادة الضغط التفاضلة أو بيسموهن أحيانا حالات قصور القلب عالي النتاج أكيد بيكون درستوهم بالقلبي ومنها فقر الدم والانسمام الدرقي أو فرط نشاط الغدي الدرقي والحمل وداء لبري بري عوز الفيتامين بيون وداء بجة في العظام والنواسير الشرياني الوريدي كلها تهيئة بيرتفع فيها الضغط التفاضلي لكن بس تنتبهوا انه ارتفاع أو فرط نشاط الغدي الدرقي بترافق مع ارتفاع توتر شرياني انقباضي معزول طبعا ليش بيقاري تسرع القلب لانه فرط نشاط الغدي الدرقي عادلا بترافق بيكون التسرع ليليا ونهريا فاذا انخفض الضغط ليلا لا يكون السبب هو فرط نشاط الدرق لذلك من الضروري القياس نبض المريض وهو نائم وغالبا بيؤدي العلاج بمضادات الدرق لشفاء ارتفاع توتر شرياني غالبا مرضى فرط نشاط الودي الدرقي اول ما بنعالجهم بنعالجهم بمضادات الدرق وايضا للسيطرة على تسرع القلب بنعطي حاصرات بيتها مثل برورورانولول فخلال ايام بيرجع الضغط الشرياني عندهم للسوي بس تضبط سرعي القلب هلا بنجي لقصور الدرق انتبهوا قصور الدرق بيحدث فيه ارتفاع بالضغط الانبساطي فقط ما بيرتبع فيه ضغط الانقباضي بيحدث فيه ارتفاع بالضغط الانبساطي بسبب الوذن المخاطي فيه جدار الشريين الى جانب ضغط النظم القلب بسبب الوذن المخاطي ايضا وبالتالي الضغط الانقباضي يكون طبيعي او مخفض قليلا فهون قصور الغد الدرقي بيترافق مع نقص الضغط التفاضلة فمثلا ضغط المريض تلاقي 120 عالمي وايضا قصور الغد الدرقي يزول فيه ارتفاع الضغط بعلاج السبب بس تعطي المريض التيروكسين وتحافظ على سواء الدرقي بتلاقي ان ضغط المريض نزيل الغدى جرى الدرق وهي تعرف وظيفة الغدى جرى الدرق هي الحفاظ على مستوى الكالسيوم والفصفور في الجسم فرض نشاطة المتمثل بزياد افراز الباراثريد هرمون البيتي اتش هذا بيؤدي الارتفاع في قيم الكالسيوم في الدم ونقص في تركيز الفوسفور لانه بيزداد اطراحه في البول وهي العلامة الاهم بشكل عام فرض نشاط الوضعي الدرق شلون بتشخصه بتشخصه بيكون عند المريض ارتفاع بالبيتي اتش ارتفاع بالكالسيوم ونقص بالفوسفور في الدم وزيادة اطراح الفوسفور في البول بالتالي المريض يعاني من اعراض زيادة كالسيوم الدم وبتأدي الى تشكل حصيات كلوية احيانا بترافق مع قرحات هضمية اي بيحدث عند المريض ضوال وسوهاف بس مثل ما ذكرنا فرض الكالسيوم بترافق مع بيلي تفيها كلوية المنشأ اهم شارتين مثل ما قلنا هني فرض الكالسيوم نقص البوتاسيوم بترافق مع بيلي تفيها كلوية المشأ وبالتالي بيأدوا لحدوث سوهاف وضوال عند المريض وايضا بيرتفع الضغط الشرياني يجب تقصي هرمون البيتي اتش عنده وجود عدة حصيات كيلسي او نقص الحصيات بعد المعالج تشخيل فرض النشاط سهل ويتم من خلال الايكوم او لموضان وعلاجه جراحه سهل وشافر عاطن فرض النشاط جارة الدرق اما بيكون ناجم عن فرض التصنع بغد وحيدي من الغد جارة الدرق او فرض تصنع في الغد الاربعة لجارة الدرق عاطن بال ايكو العنق او اذا كان ما شخص من ايكو العنق انه شاف ان الغد مفرط التصنع ممكن عن طريق الوامضان يكشف اذا اي الغد هي المصاب بفرض تصنع فاذا كانت غدي واحدة يتصاصل لوحدة اما اذا كانوا فرض تصنع بالغد الاربعة فيتم عادها مستصال ثلاثة غد من الغد جارة الدرق ونصف وحدي ونخلي نصف وحدي ويزرعوها على الضراع المريض للمحافظة عليه حتى ما يحدث عند المريض تصوص جارة الدرق بعد العمل الجراحي بشكل عام ارتفاع الضغط الشرياني مع انخفاض فوسفور الدم هو يفرط نشاط جارات الدرق حتى يفت العكس مثل ما ذكرت البياني تفيها كلوة الماشاء تنتج عن نقص حساسية الأنابيب الكلوية لهربون المضاد للضرار واهم الاضطرابات الشارعية المسببة لها هي زيادة كالسيوم الدم وانخفاض البوتاسيوم للغض القضري وآفاته تؤدي الاضطرابات على المستوى لب الكضر أو قشره إلى اضطراب ضغط الشرياني فعلى مستوى اللب تفرز الكاتيكولامينات وراح ندرس من اضطرابات ورم القواتم أو فيه كروموسايتومة أما على مستوى القشر تفرز ثلاثة هرمونات الأندروجينات هاي لا تؤثر على الضغط الشرياني والكورتيزول أيضا بيؤدي لمترازمة كوشينج وبيفرز أيضا الألدوستيرون والمرض اللي بيظهر فيه هو متلازم كوم أولا ورم القواتم أو فيه كروموسايتومة وهو ورم يسمى بورم التسعينات هو بصراحة بالكتب بالمراجع هو تسمى قاعدة العشرات ولكن هون عاكسنا نسوينا عاملين العكس عاملين قاعدة التسعينات قاعدة العشرات هي بورم القواتم أو فيه كروموسايتومة إنه 10% من الحالات يكون ثنائي الجانب 10% من الحالات يكون إفراز الكاتيكولامين هاجر خارج لب الكذر على طول السلسل الودي و10% من الحالات يكون خبيث هي هاي قاعدة العشرات فيه من سيتومة أما هون مثل ما نذاكرنا بالمحاضرة النقاعدة التسعينات إنه 90% من الحالات يكون وحادة الجانب 90% من الحالات يكون ضمن لب الكذر لأنه فيه 10% من الحالات إفراز الكاتيكولامين يكون من السلسلة الودي خارج الكذر و90% من الحالات يكون سليم بينما 10% من الحالات يكون خبيث فنتحفظوها بالطريقة اللي بدكم يتم فيه إفراز الكاتيكولامينات بكمية كبيرة جدا لذلك يلاحظ سريريا عند دورة مقواتل أو فيه كروموسايتومة يحدث لدي المريض ارتفاع توتر شرياني نوابة في البداية المرض يكون ارتفاع الضوء مو ثابت بيأتي على شكل تستمر مثلا لمدة نصف ساعة وبعدين بعد تقدم المرض قد يصبح ارتفاع توتر شرياني مستمر ودائم ويصل إلى مقادير عالي جدا ويكون غالبا معنى على العلاج أو بيحدث بآلتين زيادة النتاج القلبة وزيادة المقامل وعائي المحيطي مثل ما بتعكم ورم القواتل يفرز الكاتيكولامينات وعلى رأسه الأدرينالين والنور أدرينالين الأدرينالين والنور أدرينالين هني عبارة عن مقويات للعضل القلبي وأيضا بزيد سرعة القلب وبالتالي لهم بيقوة انقباط العضل القلبي بزيد سرعة القلب فبيأدوا لزيادة النتاج القلب وأيضا الأدرينالين والنور الأدرينالين هني من منبهات ألفة فبالتالي هني من أقوى المقبضات الوعية فبيحدث التقبض وعائي المعمم بيأدى لزيادة المقاول وعائي المحيطي أيضا قد يترافق معراض نفسية أحيانا نوبي ورم القواتم تظاهر على شكل مثل المريض بيصير عنده ذوهان وتغير أيضا في لون المريض شعوب عنده أفراز الكاتيكوليمينات وقت اللي بتمفرز الكاتيكوليمينات في كميات كبيرة بيحصل تقبض وعائي محيطي فبيحصل شعوب عند المريض وعنده خفاض مستور الكاتيكوليمينات بترجع بتتوسع لأوي في التالي بيحصل حمرار عن المريض بالإضافة إلى تعرق وخفقان بشكل عام القصة الوصفية في كروموسايتومو أنه بيجيك مريض بيشكي من نوب متكررة من الخفقان والتعرق والصداع وحمرار بالوجه وقياس الضغط غالبا بيكون مثلا بتلاقي الضغط 190 على 100 أو 200 على 120 وبيأتي على شكل نوب أول شيء بتفكر بالفيو كروموسايتوم PMA الفينيل ماندينيك أسيد في بول 24 ساعة نقوم بإجراء دراسة للمريض من خلال تصوير الطبق المحوري والرنيم المناطسة لتحديد مكان الورم والمعالجة تتم باستقصال الجراحة للورم وبتنخفض قيم الضغط بعد الاستقصال مباشرة طبعا وقت تدرسه الورم بالكدر المفروض يتفصل بالفيو كروموسايتومو لأن المريض بده تحضير جيد جدا قبل واثناء العمل الجراحة وانتبهوا عند مرضى الفيو كروموسايتومو ما بصير وصف حاصيرات بيتا لوحدة العلاج ارتفاع للضغط لازم نعطي معها حاصيرات ألفة أول شي تعطي المريض حاصيرات ألفة مثل فنتونامين لحتى تحسين تعطي حاصيرات بيتا أما إذا عطيت حاصيرات بيتا لوحدة فبتأدي بشكل تناقضة لارتفاع الضغط الشرياني أكتر فأكتر أيضا من الأسباب الغدية متلازم كوشين السبب هون أنه بكون في فرط تصنع بقشر الكضر أو ورم مفرز للكورتيزول ويكون طبعا مثبت في هذه الحالي بسبب التلقيم الراجع السلم متلازم تكون أو فرط الألدسوريني البيدي هاي المهمة غالبا هي بكون أورام سليمي في قشر الكضر أو ورم في حالات قليلة بكون ورم سليم أو فرط تصنع في قشر الكضر بيدي لزيد إفراز من قشر الكضر فبيزيد حجم الدم ويرفع الضغط الشرياني بقيم أعلى من متلازمة كوشين لأنه عندما يزود عود امتصاص السودوم يطرح عوضا عنه البوتاسيوم وشوارد الهيدروجين الألدسيرون بيدي إلى عود امتصاص السودوم على المستوى الأنابيب البعيد والجمعة وعود امتصاص السودوم دائما كنا بترفق معه الماء فبيزيد عود امتصاص الماء وبالتالي بيزيد الحجم داخل الأوعي وبيطرح بدل عنه البوتاسيوم وشوارد الهيدروجين لذلك غالبا مرضى بتلاقي عندهم خلاء استقلابة ناقص البوتاسيوم وهي شغلة كتير مهم لا يوجد وذمات بيكون المريض عنده اتفاعته ترشيريني ولكن مترزم تكون احفظوها ما في وذمات فيها رغم زيادة عود المتصاص السودوم وذلك بسبب التوازن الحاصل بين الكب الكلوي والانابي تشخيصه اهم مؤشر دائما اي مريض بتشوف عنده ارتفاع الطاب شرياني مع نقص بوتاسيوم اول شيء بتفكر فيه هو متلازم كون لذلك احنا دائما لما نطلب التحليل لمريض ارتفاع الطاب اذا كان اساسي ما رح تلاقي شيء عنده مريض ولكن نطلبه احنا دائما لنفي الاسباب الثانوية لارتفاع الطاب مثل تخطيط قلب الكهربائي نطلب وضائف الكريم والكيراتيني منشان نشوف اذا المريض عنده مشكلة كولوية ولا نطلب الشوارد واهم البوتاسيوم اذا لقيت اي مريض احتفاع شرياني بدون علاج طبعا بالمدرات غير معالج بالمدرات ولقيت عنده نقص بوتاسيوم خوصا اذا ترافق مع حماد قلاء استقلابه فهون هو متلازم تكون حتى يكبت العكس اهم مؤشر هو انخفاض قيمة البوتاسيوم والرينين الرينين بيكون مثبت بسبب فرط الالدسترون البدء اذكرت لكم بالمحاضرة الماضي الالدسترون بيكون فيها زيادة بافراز الالدسترون افراز الالدسترون بكمية كبيرة يؤدي لتقبيط افراز الرينين وبالتالي بتاقي الالدسترون مرتفع والرينين يكون مخفض طبعا بدون تناول ملينات او مسهلات او مدرات طبعا لا ننسى ميل هؤلاء المرضى نحو القلاء طبعا دائما هون الدكتور بيشدد على انه ميل نحو القلاء ولكن بالمراجع دائما بيذكروا انه متلازم تكون تترافق مع قلاء استقلابة ناقص البوتاسيوم بسبب زيادة طرح البوتاسيوم والهيدروجين يتم التشخيص باجراء سي تي لقشر القضر واثبات وجود الورم اوفر تصنع بقشر القضر المعالجة تتم بالاستصال الجراحي وعنده وجود مضوط استطباب للعمل الجراحي نلجأ للخيار الدوائي فنعطي معاكسات الالدسترون كاسبيرون لاكتون بشكل عام اذا مريض مثلا عنده متلازم تكون وبدك تعالجه معالج دوائي اول خيار علاجي بيكون هو مضادات للدسترون مثل اسبيرون لاكتون عبين ما تسويلوا العمل الجراحي هون مشددين على نفس الملاحظة ارتفاع الضغط الشرياني زائد انخفاض البوتاسوم عند مريض لا يتناول مدرات او موليينات ولا يعاني من اسهالات او القياد هو متلازم تكون حتى يثبت العكس رح نمر على اسباب القلبية بشكل سريع واهم قصور الابهر بيرتفع فيه قصور صمام الابهر طبعا يرتفع فيه الضغط الانقباضة وينخفض الانبساطة وقد يصل الضغط الانبساطة لقيم مخفضة جدا قد تصل الى الصفر لكن هذا التظاهر يعتبر قليل اهمي نسبة الى الاصاب القلبية تضيق برزخ الابهر بيرتفع فيه الضغط بشكل عام عندما يكون عمر المريض بين 30 لخمسين سني وخاصة بوجود قصة عائلية عنده لا نفرق كثيرا في طلب الصقصات للبحث عن سبب ثانوي كأن نطلب صورة ريين مناطيسي مثلا انما نكتفي باجراء بعض الفطلصات المخبرية كفحص البول والراسب والايكو مثلا الايكو للقلب والشريم الكلوي ووضائف الكيلة والشوارد فالسبب غالبا هم بيكون أساسي طبعا نتبه للعمر هو بأعمار بين 30 لخمسين سني نتحدث كل هالمقدمة هاي كل الحكي هذا لندرس الأسباب الكلوي اللي هي بتهمنا من ناحية الكلوي لارتفاع الضغط الشرياني هاي مثلا ذكرنا تعدل الأشع والأهم وتشكل 9% من حالة ارتفاع الضغط الشرياني ككل وهي عبارة عن ثلاث أسباب رئيسية قابلة للعلاج مثل أفاد لبرانشين الكلوي خاصة انتهاب الكباب والكني القصور الكلوي الحاد والمزمن وتضيق الشريان الكلوي وهو موضوع بحثنا الأساسي على ارتفاع التوتر الشرياني ناتج عن تضيق الشريان الكلوي أيضا يدعى بارتفاع التوتر الشرياني الوعائي الكلوي بالمراجح الأجنبي دائما يقول لك الرينوفاسكلر هايبرتنشين لما يقول لك الرينوفاسكلر هايبرتنشين هو المقصود بتضيق الشريان الكلوي تكون الكني سليمي تماما تحصل بول طبيعي ولكن تكون المشكلة في الشريان الكلوي الرئيسي أو أحد تفرعاته لا يظهر ارتفاع التوتر الشرياني في تضيق الشريان الكلوي إلا عندما يصل التضيق إلى نسبة أكثر من 70% مواصفات ارتفاع التوتر الشرياني ووعاء الكلوي هاي مهمة كتير الصفات اللي تتوجهنا في شدة نحو ارتفاع التوتر الشرياني الوعاء الكلوي الرينوفاسكلر هايبرتنشين أولا أن يكون ارتفاع التوتر الشرياني ذو بدء حديث يأتي المريض بقصة ارتفاع ضغط شرياني حديث منذ أشهر لأنه يكون التضيق وصل للنسبة أكثر من 70% أو قد يأتي المريض لديه سابقا ارتفاع التوتر الشرياني مزمن لكن تفاقم واصبح غير مضبوط على العلاج وهم يتفكر بسبب ثانوي لارتفاع الضغط الشرياني يعني مثلا يجيك مريض عنده ارتفاع الضغط من 10 سنوات وكان مستقر على علاج او علاجين وفجأة اصبح الضغط غير مضبوط على علاجين اللي كان يستخدمون وحتى اضبط له علاج ثالث واصبح غير مضبوط فهم بدك تفكر انه في شي حصل انه سبب ثانوي لارتفاع الضغط او ارتفاع الضغط الشرياني شديد غالبا يكون الضغط الشرياني مرتفع بشدي في تضايق الشريان كلاوي حيث قد شرياني مترافقت مع وزمة رئة احيانا ارتفاع تضايق الشريان الكلاوي بيؤدي الى حدوث وزمة رئة بسبب ارتفاع الضغط الشرياني او اذا كان لا يستجيب للعلاج بخافضات الضغط حتى مع استخدام عدة اصناف دوائية يذل لا يترجع تماما الا بعلاج التضيق فمثلا من مميزات ارتفاع الضغط المترافق مع تضيق الشريان الكلاوي انه بتضيف للمريض علاج واثنين وثلاثة وحتى اربعة وما بتحسن تضبط للضغط اهم سببين لارتفاع التوتر الشرياني المعند هدول ما تنسوهن هو ارتفاع الضغط الشرياني الوعاء او الكلوي او الناجم عن تضيق الشرياني الكلاوي وايضا ورم القواتم وفي كرمو سايتم الآن بالنسبة للجنس والعمر يشك بارتفاع التوتر الشرياني بسبب تضيق الشريان الكلاوي هدول معلومات مهمة ولا تنسوها ابدا اذا كان عند الاناث بعمر عشرين لثلاثين سنين فاذا كان شابي بعمر عشرين لثلاثين سنين يكون السبب الرئيسي في هذه الحالي هو بيسموه خلل التنسج اللي في العضلة الفيبرو ماسبلر الشباب وقصا الاناث شو بيكون السبب بيكون السبب الفيبرو ماسبلر أما اذا كان عند الذكور فوق الخمسين سنين فغالبا بيكون سببه هو التصلب العصيدي طبعا هذا لا يمنع حدوثه عند فئات اخرى لكن هاي الاعمار هي الاشياء ايضا من الشغلات اللي بتوحي بتضيق شريان الكلاوي وهي سماع نفخة بالشريان الكلاوي مثلا لو قرضنا قصة لارتفاع الضغط متى ما قلت سمعنا نفخة حول السرة اول شيء بتفكر فيه هو تضيق شريان الكلاوي وخصا اذا كان بالقصة في ارتفاع الضغط شريان طبعا لا يشترط سماعة تسمع في حوالي سبعين من حالات تضيق شريان الكلاوي يتم تحري عنها على جانبي الخط المتوسط يعني بتكون نفخة مستمرة وايضا من العلامات اللي قد توحي بارتفاع توفر شريان سانوية او تضيق شريان الكلاوي ظهور تغيرات في محص قر العين اللي ذكرناها سابق على اسباب تضيق شريان الكلاوي هناك العديد من اسباب تضيق الشريان الكلاوي نذكر منها التصلب العصيدة وهذا اللي غالبا نشاهد عند المتقدمين بالسن وخلى التنسج اللي في العضرة الفيبروميسكولار ديسبليجيا هذا غالبا ننشاهده عند الشباب ايضا من الاسباب تضيق شريان الكلاوي التهاب الشرعيين الباسكولاتيس مثل داء تاكياسو داء تاكياسو عبارة عن مرض هو عبارة عن نوع من التهاب الاوعي ويسموه برسلس ديسيز او داء غياب النب هذا الترشيب بتشوفوه عند الاطبال وتدرسوه عند الاطبال وايضا من الافات اللي تترافق مع تضيق شريان الكلاوي مثل ما درسنا بمحاضرات التياب الكباب الكليم المناعي التياب الشريان العادي العقيدة بولي ارتراتيس نودوسا وفي حالات نادرة ورن ضاغط على الشريان الكلاوي يعدد تصلب العصيدة وسوء التصلب اللي في العضلة أشع أسباب تضيق الشريان الكلاوي أما الأسباب الأخرى فهي نادرة لذلك سنكتفي بدراس الأشع التصلب العصيدة هو أشع سبب لتضيق شريان الكلاوي ليشكل أكثر من ثلثي الحالات يشيع كما ذكرنا لدى الذكور بعد الخمسين من العمر خاصة مع وجود المؤهبات مثل التدخين والتقدم بالسن وارتفاع شعوم الدم انتبهوا على الصورة هون يكون تضيق عند منشأ الشريان الكلاوي يعني يكون قريب على الأبهر وبما أنه الألية هي تشكل العصائد الشريان فعادة ما يكون التصلب العصيدة غير مقتصر على الشريان الكلاوي إنما تشمل الإصابة أوعية مثلا يكون عنده أمدم أبهرية أو أمدم بالأبهر البطمة أو أمراض نقص دروية قلبي أو يكون عنده أمراض بالشريان مثل العراج المتقطع يكون تضيق الشريان الكلاوي بسبب التصلب العصيدة وحيدا غالبا ويليه توسع انتبه بتضيق الشريان الكلاوي الناجر عن التصلب العصيدة يكون التضيق قريب على الأبهر ويلي التضيق توسع بالشريان الكلاوي عبارة عن نمو غير طبيعي على حساب الطبقة العضلية في جدار الشرايين يؤدي لتضيق لمعتها ويحدث بآله غير التهابي وغير عصيدي أشع الشرايين التي صاب بيخلل التنسج اللي في العضلية هي الشريان الكلاوي ويأتي بعده الشريان السباتة مسؤول عن ثلث حالات تضيق الشريان الكلاوي غالبا ما يشاهد عنده الشابات بعمر عشرين لتلاتين سنة قد يظهر الشريان كالمسبحة بالتصوير نتيجة الوجود عدة تضيقات دون وجود توسعات بعد التضيقات انتبه مثل ما ذكرنا اللي بيكون تضيق الشريان الكلاوي الناجم عم تتصل له بالعصيدة مثل ما قلنا بيحدث توسع بعد التضيق أما هون بيكون بتلاقي الشريان مثل حبات المسبحة كما مثل ما كم لاحظين هون بصورة ولا يتلوها توسع قد تمتد من شخصه من شخصه بتصوير الضليل يعني التضيق ولا بالإيكو دوب ولا بالإيكو أو من شخصه بشكل أكيد يعني طيب طويب لك يا حكيم جايين علي طبعا هذا المنظر رح تشوفه بالتصوير الضليل بس جايين علي ستنى خمس دقائق أو عشر دقائق لنوصل للتشغيل قد تمتد هذه التضييقات إلى الأوعي داخل الكلاوي غالبا ما يكون التضييق أقرب إلى الكلي التصلب العصيدي بيكون أقرب للأبهر أما الفيبروماسكولا الدسبلاجي بيكون أقرب للكلي وليس عند منشأ شريان الكلاوي الآلي الأمراضي في ارتباع التوتر الوعائي للكلاوي يصنف تضييق الشريان الكلاوي حسب الآلي إلى ثلاث نماذج إحدى الكليتين ذات شريان متضيق والكلي الأخرى سليمي وهي الأشع وهذا ما يسمى بتضييق الشريان الكلاوي وحيد الجانب يعني مثلا الكلي اليومنا بيكون فيها الشريان متضيق أما الكل يصراف بيكون شريان سليم وهذا أشع الأشكال أو يكون الشريان الكلاوي متضيق بالطرفين وهذا ما يسمى تضييق الشريان الكلاوي تنائي الجانب الحالة التالتي هي أن يكون الشريان الكلوي متضيق في إحدى الكليتين والكلي الثاني غير موجودة إما أن تكون مستقصلي أو غير موجودة خلقي. هاي الثلاث حالات متضيق شريان الكلوي هلأ رح نبدأ لحتى نفهم آليته لازم نتذكر آلية عمل جهاز رينين أنجو تانسين مثل ما ذكرنا ببداية المحاضرات عند الخطاب ترويه الترويه الدموي لكلويتين لسبب أو لآخر تفرز خلايا جهاز مجاور للكوباب في الشرين الصاري تفرز الرينين الرينين هو أنزيم يتواصل تحول لأنجو تانسين وجين أمول أنجو تانسين اللي قلنا بينتج في الكبت بتحوله لأنجو تانسين ون في البلازمة بعدين الخمير القالبي للأنجو تانسين أنجو تانسين كومفرتي إنزايم تتواصل تحول الأنجو تانسين 1 للأنجو تانسين 2 وهذا بيخلص بشكل أساسي في الرئيتي يقوم الأنجو تانسين 2 برفع الضغط بآليتين رئيستين وهو بآليب تأثير مباشر مقبل بالشرعينات مما يؤدي إلى زيادة المقاومة لعائية المحيطة وبالتالي ارتفاع الطاوط الشرياني والآلي ثاني هي حبس الماء والصوديوم من خلال تحريق قشر الكضر على إفراز الألدوستيرون آليت الأنجو تانسين 2 بإحداث ارتفاع التوتر الشرياني هي لا تنسوها هو إلو تأثير مقبض وعائي مباشر وبالتالي بيزيد المقاومة المعائية المحيطية وبأدي لارتفاع الطاوط وأيضا بيحرط قشر الكضر على إفراز الألدوستيرون اللي بيأدي لحبس الماء والصوديوم وبالتالي بيأدي لزيادة الحجم هلأ رح ندرس شغلي اسمها ممال الرينين أو يعني الممال هو الـ Gradient هو فرق تركيز الرينين بين الشريان والوريد الكلوي للكلي نفسه انتبهوا ممال الرينين هو فرق تركيز الرينين بين الشريان والوريد الكلوي للكلي نفسه حيث يكون تركيز الرينين في الوريد الكلوي أكثر من تركيزه في الشريان الكلوي لأنه الرينين ينتج في الكلي في الحالة الطبيعية تكون ممال الرينين 1 إلى 1.24 1 تركيزه للشريان 1.24 للوريد هذه النسبة الطبيعية وهذا ما يسمى الممال أو الgradient وله نفس القيمة في كلتا الكليتين إذا كانتا سليمتين أما نسبة تركيز الرينين بين وريدي الكليتين فتكون في الحالة الطبيعية 1 إلى 1 لأن الكليتين تفرزن نفس الكمية تقريبا منها الرينين انتبهوا ممال الرينين هو الفرق تركيز الرينين بين الشريان والوريد الكليوي بتكون نسبة 1 إلى 1.24 في نفس الكلي أما نسبة تركيز الرينين بين وريدي الكليتين بتكون نسبة 1 إلى 1 هلأ راح نجي ندرس النموذج الأول للتضيق أو تضيق شريان الكليوي وحادي الجانب بيحدث في إحدى الكليتين ويكون تضيق أكثر من 70% بينما يكون شريان الكلي الأخرى سليم يؤدي وجود تضيق في شريان الكليوي إلى انخفاض التروي الدموي للكلي المصاد إذا كان شريان الكليوي متضيق في إحدى الكليتين بده يؤدي لتخفيف التروي الدموي للكلي المصابي فهي الكلي المصابي حتى تعاود بتفرز كميات كبيرة مرر منها الرينين لزيادة التدفق الدموي إليها إفراز الرينين بيؤدي لتفعيل جهاز أو جملة الرينين أنجوتنسين وبالتالي بتؤدي لزيادة إفراز للدسترون اللي بيؤدي لتقبض لاوي وحبس الماء والصودي هذا بيحدث بالكلي المصابي هلأ هون شو بتسوي الكلي السليمي تقوم الكلي السليمي بالمقابل بتخلص من الحجم الزائل الذي أحدثته الكلي المصابي وذلك من خلال زيادة الرش الكبة وطرح الفائض من الماء والصودي مثل ما ذكرنا الكلي المصابي بيثل نقص ترويتها بيزداد فيها إفراز الرينين زيادة إفراز الرينين بيؤدي لتفعيل جهاز الأنجوتنسين بتحرر الأنجوتنسين 2 بيؤدي لتقبض الأوعي بيؤدي لزيادة إفراز الأدسترون وبيؤدي لزيادة حكس الماء والصودي الكلي الثاني السليمي لأنها سليمي وترويتها سليمي فبتعاود بيتأدي لزيادة معدل الرشح الكبة وبالتالي بتطرح الكمية الزائدة من الماء والصوديوم اللي أدت لاحتباسها الكلي المصاب هاي الفكرة كتير مهمة بسبب تخلص الكلي السليمي من الحجم الزائع واستمرار إفراز الرينين من الكلي المصابي لكن بدون زيادة في حجم السوائل وهون هاي فكرة كتير مهمة فلا تؤدي لتشكل وذمات وضيق الشريان الكلوي وحادي الجانب بسبب معاوضة الكلي السليمي ما بيحدث فيه وذمات كما سنرى لاحقا تضيق الشريان الكلوي ثنائي الجانب هون ما في بتكون الكلة كلاهما مصابتان فبالتالي ما بتخصى المعاوضة وبالتالي ممكن تؤدي لحدوث الوزمات أما تضيق الشريان الكلوي وحيد الجانب ما بترفق مع حدوث الوزمات بما أن الكلي ذات الشريان متضيق تفرز الرينين بشكل كبير يكون بالتالي ممال الرينين فيها مرتفعا مثل ما قلنا الطبيعي 1 إلى 1.24 فهون بيوصل لـ 1 إلى 1.48 بينما تتوقف الكلي السليمي عن إفراز الرينين بسبب عملها على إطراح الفائض من السوائل والشوارث وبالتالي يكون ممال الرينين في الكلي السليمي 1 إلى 1 بالنتيجة يحدث لدينا ارتفاع الضغط في هذا النمط ويكون من نموذج تقبضه وليس حجميا ونقول أنه ارتفاع ضغط شديد مرتبط بالرينين مثل ما شرحه ارتفاع الضغط بتضيق شريان الكلوي وحيد الجانب يعزى لآليه تقبض وعائه وليس بسبب طرق الحمل الحجمي النموذج الثاني لتضيق شريان الكلوي هو التضيق شريان الكلوي ثنائي الجانب تكون الكليتان موجودتان والشريان الكلويان كلاهما متضيقان بشدة في الجهتين تضيق شريان الكلوي يفعل منظومة الرينين أنجوتانسين الدستيرون التي سترفع الضغط بآليتي التقبض الشرياني وزيادة الحجم اللي شرحناه سابقا لكن في هذه الحالة كلا الكليتان مصابتين فلن يحدث لدينا ادرار للسوائل المحبوسي في الجسم لذلك يبقى الحجم مرتفعا وتحدث الوزمة انتبهوا له الفكرة هاي حتى تحسنوا التمييزه في ناتون يسبب ارتفاع الحجم حدوث تلقيم راجع سلبي للرينين فيتوقف إفرازه مثل ما ذكرنا تضيق شريان الكلوي وحادي الجانب يكون الرينين مخفض أما هون بيكون معتمد على الرينين تضيق شريان الكلوي وحيد الجانب بيكون فيه الرينين مرتفع أما هون بيحصل فيه تلقيم راجع سلبي فبتوقف إفراز الرينين وبالتالي بيكون الرينين مخفض بتضيق شريان الكلوي وحيد الجانب بيكون الرينين مرتفع وبالتالي بيكون معتمد على الرينين أما بتضيق شريان الكلوي ثناء الجانب فيكون الرينين مخفض الآن لدينا نموذج الثالث وهو شريان كلاوي وحيد متضيق بتكون الكلي الثاني إما غائبي خلقيا أو مستقصلي وهون بيحدث التضيق في شريان إحدى الكليتين بينما تكون الكلي الأخرى غير موجودي ويشابه هذا النموذج السابق فيزيولوجيا يعني تضيق شريان كلاوي بكلي وحيدي يشابه تضيق شريان كلاوي ثناء الجانب فيزيولوجيا يرتفع الضغط بنفس آلة التضيق ثناء الجانب وبيكون ارتفاع الضغط حجميا منخفض ريمين يعني بيشبهه تماما لتضيق شريان كلاوي ثناء الجانب كملخص نعم هذا النموذج في وزمات طبعا هو بيشبه تضيق شريان كلاوي ثناء الجانب بالتالي بيشابه فيزيولوجيا بيكون ارتفاع الضغط حجمي يعني زيادة الحجم بتأدي لحدوث الوزمات أما النموذج الأول لتضيق شريان كلاوي وحيد الجانب عادة بيكونه تضيق معتمد على ما في زيادة بالحجم لأنه الكلي الثاني عم بتعاوده والتالي بتغيب في الوزمات أما هون كلي وحيدي ولكن كمان ما في معاوضة من الكلي الثاني فبيشبه تضيق شريان كلاوي ثناء الجانب وبالتالي بيكون في زيادة بالحجم وبترافق مع زيادة مع حجوث الوزم تمام حكيم يعني بس صار في معاوضة ما في وزمات النموذج الوحيد اللي بيعاوض هو النموذج اللي بتكون فيه الكلي الثاني سليم بكون مثلا لو فرضنا الكلي اليوم هي الشريان فيها متضيق الكلي اليسرى سليم فهون بيكون في معاوضة من الكلي الثاني زيادة الحجم أو حبس الماء والسوديوم اللي عم بتأدي إلو الكلي المصابي بتعاوضها الكلي السليمي وبالتالي بتزيد إطراحة السوديوم والماء فما بيحدث عند المريض وزمات أما لما بتكون الكليتين مصابات أو إذا كانت كلي وحيدي يعني الكلي الثاني تعتبر غير موجودي فبيتشابههم بعضهم وبيحصل عند المريض زيادة بالحجم ووزمات تمام حكيم هلا بالنتيجة عنا ارتفاع ضع في النموذج الأول هو بيكون ناجم عن تقبض وعائه وبيكون عالي الرينين وطبيعي الحجم بسبب المعاوضة أما ارتفاع الضغط في النموذجين الثاني والثالث تضيق الشريان الكلوي ثنيا الجانب أو وحيد الكليب فبيكون عالي الحجم ومنخفض الريني طبعا هذا المخطط اللي تفهمه أكتر وهو شرحنا يعني خلال المحاضرة هلا بنجي لأطرق تشخيص تضيق شريان الكلوي بعد التوجه من خلال قياس الضغط ومن خلال القصة سريرية والأعراض الموحي لأنه عنا تضيق بالشريان الكلوي نلجأ للإستقصاءات المخبري والشعاعي لإثبات التشخيص الإستقصاءات المخبري دورة أقل من الإستقصاءات الشعاعي نعم في التحاليل المخبري عادتا نجد ارتفاع طفيف في البولي والكرياتينين وبداية قصور كولوي معايرة فعالية رينين لبلازمة بلاسما رينين اكتيفتي يكون الرينين في تضيق الشريان الكلوي وحيد الجانب مرتفعا بينما يكون طبيعيا أو حتى مخفض في التضيق ثنائي الجانب وتضيق شريان الكلوي الوحيد هاي ما تنسوها تضيق شريان الكلوي وحيد الجانب بيكون الرينين مرتفع بينما في التضيق شريان الكلوي ثنائي الجانب أو تضيق شريان الكلوي الوحيد بيكون طبيعي أو مخفض هلأ أحد الاختبارات اللي ممكن يلجأولها هو اختبار الكابتوبريل بيسموا الكابتوبريل تشالنج تيست الكابتوبريل هو أحد مثبتات الخمير القالبي للأنجوتنسين يعطى المريض حبة كابتوبريل 25 ميلي جرام ثم ننتظر لمدة نصف ساعة فإذا كان هناك تضيق في الشريان الكلوي وحيد الجانب لأنه هو المفروض أنه يكون الرينين مرتفع بيثبت الأنجوتنسين وبتتوسع القوي وبينخفض ضغط الشريانة لكن نتبهوا هذا اختبار الرينين أصلاً لا يلجأ إليه كل معايرة الرينين واختبار الكابتوبريل نتبهوا غير نوعيين لتضيق الشريان الكلوي لأنهما لا يميزان تضيق الشريان الكلوي عن أسباب الأخرى أو لفرط التوتر الشرياني الأخرى وارتفاع الضغط الشرياني الأساسي قد يكون أيضاً عالي الرينين وبالتالي ينخفض الضغط بإعطاء الكابتوبريل وبالتالي ماء لهم قيمي معايرة البوتاسيوم ينخفض البوتاسيوم بسبب فرط إفراز الألدوسيرون الثاني انتبهوا حتى تضيق الشريان الكلوي يترافق مع نقص بوتاسيوم بسبب حدوث الألدوسيروني الثانوي انتبه عندما يكون لدينا نقص بوتاسيوم مع ارتفاع الضغط الشرياني نفكر بمراضين الألدوسيروني البديي أو داء كون هنا يكون إما فرط تصنع أو ورم سالين أدينوما مفرز للألدوسيرون يؤدي إلى زيادة إفراز الألدوسيرون ويكون ارتفاع الضغط غير شديد حتى الألدوسيروني البديي بيكون ارتفاع الضغط مرتفع يعني بيوصل لي ستين من سبعين مليومتر زي بقيه وبترافق مع نقص البوتاسيوم أو تضيق الشريان الكلوي وحيد الجانب وهون بيحصل فرط ألدوسيروني الثانوي ويكون الضغط مرتفعا بشديد كما نميز بينهما دعيار الرينين مثل ما سابق وشرحت لكم ورح نرجع نذكر فيها الألدوسيروني البديي أو متلازم كون بيكون فيها فرط بإفراز الألدوسيرون وبالتالي بيكون الألدوسيرون مرتفع الرينين بيكونوا مخفق أما بالألدوسيروني الثانوي مثل تضيق شريان الكروي بيحصل في تضيق شريان الكروي بيكون مرتفع طبعا في النوع الوحيد الجانب بالألدوسيروني الثانوي عادتا بيكون الألدوسيرون والرينين 2 مرتفعا وقلنا لكون لسا في الألدوسيروني الكاذبي أو متلازم كليديل بيكون الألدوسيرون والرينين 2 مخفق هلأ في شغلي اسمها العيار الطابقة للرينين سميها بالعيار الطابقة لأن العينات تأخذ من أكثر من مستوى وعائه بيدخلوا بقصرة عن طريق الوريد الفاخده ومن ثم إلى الوريدين الكلويين وتأخذ عينات من عدة مستويات تأخذ عيني من الوريدين الكلويين وأيضاً من الوريد الأجوف السفلي بمستوى أعلى من الوريدين الكلويين وأيضاً بمستوى أخفض من مستوى الوريدين الكلوي إذا كانت النسبي بين تركيز الرينين في الوريدين الكلويين أكثر من 1 إلى 1.5 أو 1 إلى 1.48 فهذا يوجه لتضيق في الشيران الكلوي للكلي ذات قيمة الرينين الأعلى النسبي الطبيعي مثل ما ذكرنا بتكون بين الوريدين الكلويين بتكون 1 إلى 1 أما إذا كانت النسبي بالوريد الكلوي أكثر من 1 إلى 1.48 فهذا بوجه لوجود تضيق في الشيران الكلوي للكلي اللي بيكون فيها قيمة الرينين الأعلى كما يكون ممال الرينين مرتفعاً في الكلي المصابي لا نجري هذا الاختبار إلا في حالات نادرة وأيضاً هو أصلاً غير متوفر وغالباً ما بيكون موجود إلا في مركز الأبحاث في ملاحظة عند وجود ارتفاع ضغط شرياني مع كلي صغيرة أو ضامرة لا يجوز أبداً استخدام الكلي الصغيرة على أنها هي سبب ارتفاع الضغط الشرياني دون وجود دليل مؤكد على ذلك لذلك نلجأ لعيار الرينين الطابقة فإذا كانت النسبة 1 إلى 1.5 أو أكبر لصالح الكلي ضامرة هذا بوجهنا بشدة إلى أنها هي سبب في ارتفاع الضغط لذلك لا يجوز أصال الكلي إلا بعد إجراء هذا الاختبار الآن نجي إلى أهم الاستقصاءات الشرعية التي استخدم في تشخيص تضيط شريان الكروة ومضان الكلي يعتمد هذا الإجراء على حكم مادة مشععة ضمن الأوعي فتقوم الكلي بقبط هذه المادة ثم إطراحها وبيعطي فكرة عن وظيفة كل كلي على حيث يلاحظ في وجود اختلاف واضح في حجم الكليتين الكلي ذات الشريان المتضيق تكون أصغر بشكل واضح من الكلي السليمي وهذا شيء طبيعي لأنه كمية الدم المتدفقة للكلي تتصرف متضيقة أقل وأيضاً يلاحظ تأخر إحدى الكليتين في قبط المادة المشععة وإفراغة الكلي التي تتأخر في قبط المادة المشععة والإفراغ لأكثر من دقيقة أو دقيقتين تكون ذات شريان متضيق مثلاً إذا كانت كلي السليمي لذا المريض تقبط بمقدار 70% فالكلي ذات الشريان المتضيق تقبط المادة المشععة بالنسبة 30% بالألترا سونوغرافي نلاحظ اختلاف الحجم بين الكليتين فالكلي ذات الشريان المتضيق ستكون أصغر قليلاً من الكلي السليمي لأنه ترويتها تكون أقل لكن هذا ليس معياراً أكيداً فقط تكون الكلي ضامرة خلقية كما يشكل الإيكو دوبلر استقصاء جيداً إذا قيس سرعي جيرين دم في الشريان المتضيق ولكن بشكل عام وممارسي عملية أول الاختبارات الشعائية التي تطلب في تضيق الشريان الكولويين هو دراسة الشريان الكولويين بالإيكو دوبلر هذا الاستقصاء المبدأي وفي أغلب الأحيان بيوصل للتشخيص وطبعاً إذا ما وصل للتشخيص نلجأ لاختبارات أخرى ولكن بشكل عام حتى يعني ما تختلف عليكم الأموم مثلاً إذا شكيت أنه عند المريض تضيق شريان الكولوي أول اختبارات الشعائية التي تطلبها هي إجراء إيكو دوبلر للشريان الكولوي هلأ في عنا الصورة الضليلي المدققة تحقن المادة الضليلي في وريض محيطة وتصل للأبهر ومن ثم إلى الشريان الكولوي تتوضع المادة الضليلي أولاً في الكوباب فيتوهج برانشين الكلي وبسمها صورة الزمن الكولوي هاي بسمها النفرو جرام ومن ثم تطرح المادة الضليلي في الطرق المفرغة راسمتاً إياها هاي تسمى صورة الزمن البولي أو اليورو جرام ما يهمنا في استقصاء تضيق الشريان الكولوي هو صورة الضليلي المدققة للكلي النفرو جرام التي يجب أن يراعى فيها ما يلي الحقن في الوريد يتم بسرعة وليس بالتدريج ويجب أن تؤخر أربعة لخمس صور خلال أول أربعة لخمس دقائق يعني بمعدل صورة كل دقيقة في حال تضيق الشريان الكولوي في إحدى الكليتين يتأخر وصول المادة الضليلي إليها وبالتالي يتأخر توهجها أكثر من دقيقتين أما في الصورة الضليلي لطرق البولي اليورو جرام نحقن ببطء ونطلب صورة خلال ربع ساعة والصورة الثانية خلال نصف ساعة نستخدمها لتقييم وجود حصاء أو استسقاء في الكلي ولكن لا تفيد في تضيق الشريان الكولوي هلقون يتبهوا على الصورتين الصورة اليمين أو الصورة A لاحظوا أنه الكلي اليسرى تأخرت في قبط المادة المشعة مقارنة مع الكلي اليمنى فهي بتوجه لتضيق شريان الكولوي في الكلي اليسرى لاحظ الكل اليسرى متأخر بقبط المادة المشعة فهي بتوجه لتضيق شريان كولوي أيسر أما بالصورة اللي على اليسار هذه صورة ضليلي مدققة للكلي لاحظ الكلي اليمنى أخف توهجاً من الكلي اليسرى فهي بنشك أنه فيها تضيق بالشريان الكروة لاحظ الكلي اليسرى كيف متوهجي أما الكلي اليسرى بتلاقيها الكلي اليمنى باهتي فهي بتوجه لتضيق شريان الكروة هلأ تصوير الشرعين الضليل إذا سئلته ما هو المعيار الذهبي أو التشخيص الأكيد لتضيق شريان الكروة فبقون عن طريق تصوير الأوعي للضليل وهذا جواب لسؤال زميننا وهو أفضل وسيلي للتشخيص في تضيق شريان الكروة خصوصاً أنه يوفيد في التخطيط للجراحة وأخذ القرار فيما إذا كان التضيق قابلاً للعلاج جراحي أم لا لتصوير الأوعي الضليل نوعان حسب المكان الذي نحبن فيه المادي الضليلي إما أنه يكون غير انتقائي تحقن المادي الضليلي في مستوى الأبهر وبعدها ترتسم فروع الأبهر أو يكون انتقائي وهو المستخدم حديثاً لتقييم تضيق شريان الكروة باستخدام تصوير الطبق المحوري متعدد الشرائح أو بسموه ونقوم بتحديد الوعاء المراد تصويره وهون يتم بإجراء قفرة انتقائية للشريان الكروة وتحقن فيه المادي الضليلي فيتم ارتسام الشريان الكروة فقط يكشف تصوير الشريان الكروة الضليلي وجود تضيق في الشريان الكروة ففي حال وجود عصائد منتشرة في فروع مختلفة من الأبهر فهون يكون السبب التضيق هو التصلب العصيدة بينما عندما لا نجد عصائد في فرض التنسج العضري وهو أصلاً ما له علاقة بالعصائد هلا لاحظ هون الصورة اللي على اليمين مثل ما ذكرنا بالتضيق الناجم عن فرض التنسج اللي في العضري أو الفيبروماسكولار بيأخذ بشكل حبات مسبحة أو بيكون على شكل عقد فهذا بيتماشى مع فرض التنسج اللي في العضري أما هذا هون التضيق لاحظ التضيق هون أريا أوف ناروين قريباً من الأبهر وهي آفي وحيدي وبيخصل غالباً بعد توسع بالشريان الكروة فهذا بيكون ناجم غالباً عن تصلب العصيدة وخصوصاً إذا وجدنا آفات تصلبي أو عصيدات شريانية في أماكن أخرى مثل إذا لقينا أم دم أبهر بطني أو دم أم دم الأبهر الصدري أو إذا المريض عنده نقص تروي قلبي أو آفات بشرين محيطي فهذا كثير بيوجه لأنه يكون السبب هو التصلب العصيد وبشكل عام العمر هو بيوجه نحو السبب فإذا كان المريض شرب غالباً نتوجه نحو الفيبرومسكلور ديسبليجة أما إذا كان المريض مسن فغالباً نتوجه أن السبب هو الأثره سيكلوروسي فلهوني ومنوقف ومنتابع بالمحاضرة القادمة إن شاء الله إذا في حدا عند سؤال آآ يتفضل حكيم هذا اختصاص مين؟ ألا بدخل باختصاص كلي أو باختصاص يعني البولية أو التابلية هاي الشغلي لا هذا اختصاص كلي وجراحة أوي يعني بشخصه عادة طبيب أمراض الكلي واللي بيقوم بالعمل الجراحي إذا احتاج المريض عمل الجراحي اللي سواء كان الإزال بضيور سواء كان الفيبرو موسكولر ديسبليجيا أو إذا أو وضع ستين مثلا إذا كان بصر التصلب العصيدة فهذا بعدين بيتحول لجراحة الأولي ولكن بشكل عام يعني هو ما هو والله هو اختصاص محدد يعني ممكن إذا طبيب جراحة بولي وشاطر يحسني شخصه ولكن بشكل أساسي هو اختصاص الداخلي وأمراض الكلي أو حتى الأمراض القلبية مو يعني والله هو حصرا على اختصاص معين ولكن بالعادي يعني أطباء الداخلي أو أطباء الكلي أو أطباء القلبي بشخصه وبعدين إذا احتاج لعمل جراحي بيحولوا لجراحة الأولي هن اللي بيقوم بالعمل الجراحي حكيم هلأ إذا شخص فوق الستين وضغطه خمسطاعش أكتر أكتر من مرة من علجه وذكرنا بالبداية المحاضرة إنه مقبوط هلأ هو إذا ما عنده عوامل خطورة تاني وكان عنده فقط ارتفاع بالضغط الانقباضي هلأ ما بولا أنا أقول لك تركه يعني هذا مثلا تعطيه يعني نصائح لتخفيض الضغط منها مثلا زيادة النشاط الفيزيائي إذا كان مدخن يوقف التدخين إذا كان عنده ارتفاع بالدهون والكلسترول بتخليه بتعالجه أو بيعمل حمي عن الدهون والكلسترول إذا بدين بتخليه ينزل وزنه ويزيد النشاط الفيزيائي والرياضة فممكن إذا كان على تعديل نمط الحياة ونمط الغذاء ممكن ينخفض الضغط عنده ولكن يعني المسنين المقصود فيهم دكتور شوف حتى نكون واضحين ارتفاع الضغط الشرياني الانقباضي المعزول غالبا بيحصل عند المسنين وتعريفا بالكتب يعني المسنين هني عادنا من اللي بكونوا فوق 75 أو 80 سنة أيوة تقريبا 75 فما فوق هذا اللي يقال عنه المسن مو والله يعني على قياساتنا احنا واحد عمره 50 إلى 60 سنة هذا لا يعتبر مسن المسنين عادنا هني من 75 أو 8 سنين فما فوق علميا تمام دكتور هذول اللي بيزود عندهم نسبة حدوث ارتفاع الضغط الانقباضي المعزول ولكن يعني مثلا إذا مريض مسن ليش المسنين بتكونك حذر بعلاج الضغط عندهم لأنه بتكتر عندهم الآفات التصلبية الشريانية وبيكتر عندهم شغلي اسمه هبوط التوتر الانتصابي بتكون مستقبلات الضغط عندهم بالشريان السواتي فيها اعتلال أو مثلا المريض عنده اعتلال أعصاب أو شي فبتعرضوا كتير لحدوث البوسترال فبالتالي المريض أحيانا إذا قام بشكل مفاجئ ممكن يسقط وبتخصل كتير عند المرضى المسنين أنه بيصير عندهم هبوط التوتر الانتصابي وبالتالي إذا عطيتهم أدويت ضغط وخوصا مثلا مدرات أو غيرها ممكن تؤدي أو بتزيد حيث بتزيد نسبة حدوث هبوط التوتر الانتصابي وبالتالي ممكن تعرضهم للسقوط أو لحوادث الكسور فلذلك بيكون حذرين كتير عند مرضى المسنين فوق 80 سنة بالتشخيص وبيعطاهم علاج دوائي لارتفاع الضغط فإذا كان ضغطه مثلا 150 فيعتبر مقبول أما أعلى من هيك إيه بتعالج ولكن لحد 150 يعتبر طبيعي عند مريض مثلا مسن عمره 80 سنة خوفا من حدوث حوادث السقوط وهبوط التوتر الانتصاب ممكن تسبب عنده سيفي إيه حكيم أنه نقص طربي دماغي إذا نزل لهم الضغط ممكن بس لكن يعني هي الخوف الأكبر أنه المسنين تكثر عندهم حوادث البوستور وبالتالي إذا أعطيتهم خافة الضغط بتزيد أعلى بتزيد أكثر لذلك بتكون حذر وخصا المدرات خصا أعطاهم المدرات بتزيد نسبة حدوث هبوط توتر الانتصابي خاصا لدى المسلمين إذا ما فيه سؤال منتابع إن شاء الله بالمحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائكم السلام تفضلي أنا حكيت لكم دكتورة حكيت لكم شيء نظري وحكيت لكم شيء العملي الشيء العملي إذا جاءك مريض لأنه مثل ما يكون شايفين بالدراسة النظرية يدرسوا يعني بيحطوا كل السقصاء ولكن عمليا وما يتم العمل فيه يعني بالممارسة العملية هو إنه إذا شكنا إنه صبي أو مريض شاب عنده تضايق بشريان الكلوي أو حتى لو كان مسنو وشكنا إنه عنده تضايق بشريان الكلوي أول استقصاء شعاعي يطلب هو الإيكو دبلر للشريان الكلوي وهو غالبا مشخص بجوز نسبة عشب الميل حالات ما يكون مشخصة هوني قد نلجأ للتصوير الوعائي الضليل وطبعا تصوير الوعائي الضليل هلأ قصر يعني متوفر وصار مو متل أول يعني التصوير الوعائي التقليدي سابقا هلأ قصر تصوير الوعائي ضويل بمشارك الطبقة المحورة يعني بتعمل سيتي للمريد وبعطيه مادة صليلي فبتالي بزيد دقة الصورة ولكن بشكل عام للصوير الأول هو إيكو دبلر للشريان الكلوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة